السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين وانتم سيدقون وانتم لحبوا إن شاء الله بكم اللحقون أسأل الله لكم العافية إما أنا أتي سلاماً وقصانك الله صلى الله عليه وسلم برئيزنا سيل كاك دفر خليل من مكلبش بالقصانك الله صلى الله عليه وسلم قولي دستير المحديثة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترق القلب ترجو بقصانك الله صلى الله عليه وسلم اسكذا دستير المحديثة اكفروا ذكروا هادم اللذات وفلظهم هادم اللذات الموت мой дорогой شيخ старший брат شيخ أسأل пару слов скажете напоминание сделайте для нас в первую очередь и затем для наших братьев и сестер которые смотрят на нас что же имел ввиду именно فصانك الله صلى الله عليه وسلم говоря это дуа эти хадисы которые он говорил насчет кладбищ насчет смерти и так далее баракаллафикам то что дорогой شيخ أمدين то что мы сейчас зашли поприветствовали обитатели этих могил которые уже кто-то уже несколько десятков лет лежат некоторые столетия некоторые тысячелетия как сахабы здесь покровать на кладбище бакаллафикам мы сами себе напоминаем то что даем и салям то что вы те кто пришли сюда до нас а мы те кто пришли сюда придем после вас пусть Аллах простит нас и вас то есть мы себе напоминаем бакаллафикам то что вот эти вот могилы я бы попросил восстановить эти могилы вот эти вот могилы это тоже будущие наши дома в каких мы больших домах не жили мы сюда вернемся итог наш здесь итог наш здесь как сказал пророк саллах вспоминайте то есть вспоминайте побольше разрушительницу наслаждения то есть когда в этой жизни мы получаем какое-то наслаждение от наших поездок даже наслаждение мы с вами получаем в халяльном образе то есть даже и в халяльном образе это наслаждение оно закончится оно придет время когда это все закончится и будет здесь наше последнее место пребывания поэтому من 1 يرجى الجزء مقرجع وهذه الوصالة كما نحن في مريضها كل هذا لديه فهو معصر به مسئله هنا هنا مرحلة سحabil هنا وزمان رض الله مانه هنا مرحلة رضه محدود الممشمين لديهم جميعهم إلى مدين وإنهم يسرون هنا هل يسرون بسيطة النارات لتحرير الوحيد من المتحدث الذين يسرون من المتحدث ومتحرون إلى الله سبحانه وتعالى وفي الآخر الآخر قال صلى الله عليه وسلم فَزُرُوهَا فَإِنْهَا تُذَكِرُكُمْ بِالْآخِرَةِ فَإِنَّهَا تُذَكِرُكُمْ بِالْآخِرَةِ يَنْهَا تُذَكَرُكُمْ بِالْآخِرَةِ فَاللَثَكِرُكُمْ بِالْسَقْرَةِ أَمَرَنوا مُؤْمَنينRed وُثْمَانْ لَأَلْكُمْ بِالآخِرَةِ كثيرا يُتَوكا وَأَلْكَةَ تُجْنَهِي الْاقْبِالْقِرَةِ وَاللَّكَبُّكَرَةِ مقابر في هذا السابق يدعو أن يحلقي يحلق كأنه في مسموعة من أي مفتاق في هذه الأساسية وفي هذه الأساسية كما يشاركيا كان يتحدث فيه لأننا دائم في المنزل هنا وهذا يكون هناك ونحن هنا كما تكون هناك ونحن في حقيقة أخذنا أولا ونحن أخذنا بأنه يتبعون ما يتبعوني وما قال الله سبحانه كل شخص يتبعوني لذلك في هذا المنزل نفسه هنا هنا في جنة الجهة العالمين هنا في جنة الجهور مع الحكيم لن أعطى الله سبحانه وتعالى من أن إذن الغهب من حقيقة عالمين من الأسماء اللحده سبحانه وتعالى من أنه رجل على أنه ربما من الأسلام ومن أن يقوم من الأفضل على تقلقنا لي أجلنا سيكون أن يكون حادثين مهجومين يتعلق أصبعنا في هذه الدنيا سيببنا ما أرحبا أماكن للأن وجهنا في داعات وأصبعنا مهجومين أحببنا أي شيء من المؤمنين ان تتعلم عن سبحانه إنه غير ثاني نريد أن أخذو الله نريد أن تتأكد أجراء لذلك المستحفق اننا لن أخذلك إذا لم يجب ان نسأكد تستطيع السنة من نسأكد أجراء لأنه قد نعلمه لدينا الكثير من الأجراء 30-40-50 إنه اجتب أن أعجب هذا المستطع وعبت بنسأكد كيف يمكن أن تتعلم كمكش في المقاطق الصفحة هناك يدفعون هنا وصبه الله بجمالهم في الجزء من الأشياء نوالهم لذلك لا يجب أن نعرر مهلا شكرا لنا فنسأل لنا زرنا في المصندة نجد المسند تغيير تغيير زرنا هذه الفترة وهذا فالره اللباح سبحانه هذا الفترة التي نسمعنا في جبنة التي نعملنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر